اهلاً وسهلاً بحضراتكم مرة أخرى عزائي المشاهدين خليني أرحب بضافي في هذه الفقرة دكتور أحمد سابت أهم الأرقام والإحصاءات الخاصة بمباراة الكبيرين الأهلي والإسماعيل زكى دكتور ألف مبروك الله يبارك في حضرتك والحمد لله واثق الخطوة يمشي مالكاً الحمد لله النادي الأهلي الفوز السابع على التوالي في صدارة الدوري 21 نقطة دايماً الفوز المتتالي بيقلل دايماً من عزيمة المنفسين اللي هو المتنفسين معك على الصدارة مهم جداً دايماً الفوز المتتالي نهاردة النادي الأهلي كالعادة أقوى خط هجوم برصيد 19 هدف أقوى خط تدفاع استقبلت شباكه هدف واحد بس كمان 6 تكلين شيت من 7 مباريات رقم كويس جداً يمكن الشرط الأول فارق شوية الشرط الأول عن الشرط الثاني الشرط الثاني تحسننا كتير الفارق إنه الشرط الأول إحنا كنا رد الفعل للإسماعيلي الشرط الثاني إحنا الفعل يمكن الإسماعيلي كمان تحية للمدير الفني بتاعهم أدهم كابتن أدهم بس الحضار عمل سطارة دفعية في وسط الملعب بشكل مميز جداً يمكن ده كان المنظر بالزبط التلاتة على التلاتة همام ماسك أليو ديونج بيلعب عليه منتومان اللي هي طريقة المنتومان في وسط الملعب وكذلك حسين الشحات وأدهم من دونجا ومن مخلوف محمد مخلوف بنفس الشكل ده فنوعاً ما مع أننا كنا رد فعل في الشرط الأول ممكن نادي الأهلي أول مرة كان يكون رد فعل تحديداً في الشرط الأول ولكن الشرط الثاني مع الخنقة في وسط الملعب دي ونزول لعيب بخبرات وليد سليمان وبدأنا نلعب على أطراف والأطراف تشتغل بشكل كويس عشان تحل الترسانة الدفعية أو السطارة الدفعية اللي كان عاملها مدرب الإسماعيلي في الشرط الأول نجحت النهاردة استحواز النادي الأهلي كان 56% مقابل 44% لنادي الإسماعيلي عدد التمريرات بتاع النادي الأهلي 382 مقابل 209 للنادي الإسماعيلي عدد المحاولات كمان بتاع النادي الأهلي أكتر 13 محاولة منهم 3 صح والنادي الإسماعيلي 7 منهم برضو 3 صح يمكن النادي الأهلي فرق الخبرات ودايماً حتى ممكن ما يكونش الأداء الطب ولكن الفريق كبير هو اللي يعرف يكسب المباريات دي دايماً أن انت تكسب المباريات حتى لو أداءك مش عشرة على عشرة ولكن تحصل على الثلاث نقاط ده الفريق كبير بصراحة هو ده ميزة النادي الأهلي وبيفاكترني بالموسم اللي هو كان من الموسمين مع كابتل حسام البادري كان نفس النتيجة بالزبط وليد سليمان مع مباراة الأهلي والإسماعيلي خلص في الدقيقة 91 وبدماغه برضو بالسطار على الأهلي نفس الفكرة بالزبط النهاردة يمكن التحاياة كبيرة برضو زي ما اتكلمنا على ده للنادي الإسماعيلي نهاردة أليو ديونج أليو ديونج قدم مباراة يعني مكسب المباراة الأول أليو ديونج يمكن كان بيلعب لوحده في وسط الملعب والاثنين اللي قدام محسين الشحات وقفش نوعاً مال أدوار الدفاعية بتاعتهم ما كانتش قوية قوي أليو ديونج ده كسحة ألغام في وسط الملعب ومكسب كبير جداً النهاردة في مباراة كبيرة زي قدام النادي الإسماعيلي بتكسب لعيب زي أليو ديونج لعيب صغير في السن لعيب بصراحة النهاردة أليو ديونج عمل رقم أول مرة يحصل للنادي الأهلي عمل كام قطع الكرة تلاتين مرة عمرها ما حصلت أن العيب من أول الموسم مش من الموسم اللي فات من أول الموسم أن العيب يقطع الكرة تلاتين مرة فماتش واحد لعب بالدهي النهاردة تسعين ديونج أكتر لعب قطعاً للكرة تلاتين مرة أكتر لعب استعاد الكرة التانية هو اللي كان بيلعب لوحده أصل في وسط الملعب يعتبر من ناحية القدرات الدفعية هو اللي بيجيب لك الكرة التانية دايماً 23 مرة استعاد الكرة التانية المراوغات النجحة بتاعته اتنين صنع فرص واحد محاولات على المرمى واحد كمان بالنسبة التمريرات هو تاني اكتر لاعب قام بتمريرات 49 تمريرة نسبة دقة التمريرات 92% ارتكب اخطاء يمكن قال يو ديونج ارتكب اربع اخطاء يمكن ديونج جاي مكسب كبير محتاج بس ان هو يقلل الاخطاء شوية ارتكاب اربع اخطاء نسبة كبيرة تاني حاجة ان هو ممكن يزود عدد التمريرات الطلاف الفترة الجاية ولكن مكسب كبير جدا للنادي الاهلي بتتكلم في لعيب قطع الكرة 30 مرة استعاد الكرة التانية 23 مرة مكسب كبير ووحش في وسط الملعب للنادي الاهلي وحيفدنا بشكل كبير جدا في المباراة الافريقية لما كمان يرجع لك عمر السلية مع وجود حسام عشور ان شاء الله مع عودة حمدي فاتحي هتبقى مكسب كبير جدا في وسط الملعب للنادي الاهلي رقم اتنين وليد سليمان وليد سليمان النهاردة رابع بديل من بداية الدوري يعني التغييرات رابع بديل بيسجل رابع مرة تحصل وليد سليمان هو هتبقى النادي الاهلي في الدوري برصيط خمس اهداف حتى الان الهدف نسميه الهدف وهو هدف القايمة الحالية في النادي الاهلي في جامعة البطولات وليد سليمان وصل لرقم 54 هدف مع النادي الاهلي في 2232 مشاركة 2332 مشاركة مسجل 54 هدف ونقدر نسميه المسم ده وليد سليمان الهدف عايزين نسميه البديل السوبر أريد أن نسميه الهدف ماشي لأنه هو النهاردة هدف النادي الأهلي برصيد خمس أهداف رقم ثلاثة محمد الشناوي هناك حراس مرمى وهناك محمد الشناوي في مصر حاليا فرق كبير واضح جدا الفرق ما بين الحراس ما بين الحراس في الدوري وإن اللي حاطت النادي الأهلي برضو أن يبقى عنده حارس مرمى كبير بيصنع الفارق ثبات فعالي رهيب جدا هدوء اتزان بسم الله مشاء الله كمان اتطور في خروج من المرمى بشكل صحيح بشكل مميز جدا شايفين سرعة رد الفعل بالإيد العكسية في كرة زي دي كالعادة الحارس الكبير هو اللي بيحول لك النتيجة من 1-0 لـ 1-0 زي ما حصلت قبل كده في المباراة اللي فاتت قدام حرس الحدود نفس الكلام قدام ودي ديجلة مش حرس الحدود برضو كان أنقذ انفراد النهاردة بينقذ زي ما احنا شايفين بالإيد العكسية حاجة يعني بصراحة روعة روعة من محمد الشناوي أرقامه لو استعرضناها ده الكلين شيت رقم 6 لمحمد الشناوي الكلين شيت رقم 4 التوالي قدامنا على الشاشة هو أنقذ أهداف محققة 1 تصدى صحيح للتزديدات 3 خروج صحيح على عرضيات 1 خروج صحيح من المرمى لإبعاد هجمة 2 تمريرات طولية 10 الكلين شيت في الدوري رقم 6 والرابع على التوالي على فكرة لو لاحظنا التمريرات الطولية بتاعت محمد الشناوي النهاردة كتير 10 أكثر من المتشاط اللي فاتت ليه؟ لأن احنا كنا في الشوت الأول تحديداً زي ما قلتوا الحقيقة احنا كنا رد الفعل لكن الشوت الثاني لما بدأنا الفعل قالت شوية تمريرات الطولية بتاعت محمد الشناوي عكس المباراة اللي فاتت كنا بنحضر تمريرات قسيرة كنا احنا دايماً اللي بنفرد اسلوب لعبنا محمد مجدي أفشا النهاردة ودوره في وسط الملعب بالأرقام محمد مجدي أفشا النهاردة دوره دايماً مميز في عملية الاستحواز بيديك دايماً الاستحواز في وسط الملعب بيديك التمريرات الطولية محمد الشناوي النهاردة أكتر لعب عامل تمريرات طولية للأمام محمد الشناوي؟ محمد مجدي أفشا سوري عامل 13 تمريرة طولية يعني طبعاً بعد 13 تمريرة طولية منهم 8 تمرير طولي صح وقطع الكورة 6 مرات ده محمد مجدي أفشا وهو أكتر لعب عامل تمريرات في المباراة كلها أكتر لعب عامل تمريرات أكتر لعب عامل تمريرات طولية إذن محمد مجدي أفشا مستو في الاستحواز دايماً بيديك الاستحواز فسط الملعب زي ما اتكلمنا على أليو ديونج في الكترات الدفاعية واستعادة الكرة التانية وقطع الكرات بنتكلم على دور محمد مجدي أفشا إنه هو بيديك الاستحواز بيديك التمريرات الكتيرة بيديك التمريرات الطولية مميز جداً برضو محمد مجدي أفشا ما ننساش دور محمد هاني محمد هاني هو الجندي المجهول في المباراة النهاردة ليه؟ النهاردة أحمد الشيخ نوعاً ما في الدور الدفاعي ما كانش يعني بيرجع يسنده ولكن لو بصنا على أركاب محمد هاني حلاهي أن هو تاني أكتر لاعب في المباراة استخلاصاً للكورة تسعتاشر مرة يمكن رقم واحد أليو ديونج تلاتين مرة رقم اتنين محمد هاني تسعتاشر مرة ده يعني في الدور الدفاعي هو استخلص الكورة تسعتاشر مرة ده تاني أكتر واحد وكمان على مستوى العرضيات هو يعتبر تاني أكتر لاعب عامل كورات عرضية بعد علي معلول علي معلول عامل عامل عشرة محمد هاني عامل تمانية منهم اتنين صح وصنع هدف فكل الحاجات دي بالأرقام بتعلي تقييم محمد هاني إلا من هو نجم المباراة في هذه المباراة أليو ديونج طبعاً أليو ديونج أليو ديونج رقم واحد ياليه طبعاً وليد سليمان ياليه محمد الشناو ياليه محمد هاني بس نزل قلب المباراة تغييره ممكن لعيب ينزل قلب المباراة يستحق تقييم عالي طبعاً مع محمد الشناو ومحمد هاني عموماً أليو ديونج يستحق بالفعل أن يكون نسر النادي الأهلي في مباراة اليوم دكتور أحمد إن شاء الله نشوفه بقى أفضل كمان في المتشاط القادمة بإذن الله نقدر نستفاد منه أكتر كمان مع عودة عمر السلية الاتنين لو لعبوا جنب بعضه قدامهم كمان محمد مجدي أفشل أو رحلته شكراً جزيلاً دكتور أحمد ثابت حطلع فاصل وبعد الفاصل هتكلم بقى مع كابتن آيمن ديجيش معرفش الحقيقة هيقول لي إيه في دربة أو ركلة الجزاء اللي أنا بقول إن هي ركلة جزاء صحيحة للنادي الأهلي هتكلم مع كابتن آيمن ديجيش ولكن بعد هذا الفاصل